اشتركوا في القناة الكل عارف قيمة ومكانة المباراة التاريخية دي كمان المباراة دي ليها اهميتها ومكانتها بعيد عن ترتيب الفريقين في الجدول او عن النواحي الفنية قبل المباراة يعني مش مهم الفريق فين لانها بطولة خاصة والجماهير دايما بتطالب فريقها بالفوز بيها مباراة دايما بتكون محط انظار الملايين من عشاء الفريقين خارج مصر وداخل مصر يعني في دول كتيرة هتلاقي زحام فيها لمتابعة ديربي الاهلي والزمالك القمة النهاردة تحمل رقم 120 كلاسيكو العرب زي ما بيقولوا عليه مختلف الدول العربية بتهتم باللقاء وبتغطيه اعلاميا زي ما بيحصل في مصر كمان هي مباراة التكاهن بنتجتها صعب جدا لان لها ظروفها الخاصة لا تعترف بأي ظروف قبل المباراة وداخل المباراة ايضا تعترف فقط باللي حيحصل في التسعين ديئة والتوفيق حيكون حليف مين النهاردة ونتمنى ان شاء الله بجانب لاعب الاهلي وجهازه الفني وجماهيره قمة النهاردة زي ما حضراتكم عارفين مختلفة لانها بتتلعب بعد ظروف صعبة مرت على العالم كله وكرة المصرية بالطبع وهو انتجار فيروس كورونا عشان كده هتتلعب طبعا زي ما انتوا عارفين بدون جماهير وكمان وسط اجراءات احترازية لتجنب حدوث اي اثار سلبية قمة النهاردة نتمنها عنوان كبير للكرة المصرية نتمنى نشوفها قمة في الروح الرياضية قمة في الاداء الفني قمة في السلوك الرياضي بمشيئة الله طبعا مباراة لها اهميتها واحنا لنا مراسلين في كل مكان عشان نعيش المشاهد لحظة بلحظة لحد بداية المباراة ونهاية المباراة ايضا لان جمهور الاهلي العاشق الكيان طبعا بيكون دايما في ظهر فرقته سواء في المدرجات لما كان في جمهور وحاليا خلف الشاشات في معشوقتكم قناة الاهلي اللي بتقدم لكم ملحمة في التغطية الاعلامية المباراة تغطية تليق بقيمة ومكانة النادي الاهلي نادي القرن الافريقي وكمان تليق بعشاق الاهلي في كل مكان وبعد الماتش ان شاء الله تفرحوا بفوز الاهلي ونفرح كلنا ان شاء الله بفوز الاهلي النهاردة